نذكر المشاهد الكريم بأننا وصلنا مع شريكنا جمعية البر الخيرية في المدينة المنورة إلى النصف قيمة وقف الصدقة الجارية في مرحلته الأولى هو خمسة مليون أكيد النصف هو مليونين ونصف يعني ما هي إلا أيام قليلة ثم ينتهي الوقف وبالتأكيد الرابح ومن ساهم في مثل هذه الأوقاف ووضع له سهما فيها ومن خلال متجر جمعية البر من خلال الكود الموجود على الشاشة بإمكانك الدخول والتبرع بالأسهم الموجودة أو من خلال أيضا تطبيق الراجحي وتقديم الدعم من هناك على حسب المبلغ الذي تريده لأنه غير مقيد برقم أو بريالات معينة خلونا نشوف هذا المقطع الخاص بالجمعية ووقف الصدقة الجارية ثم نعود ما رأيك بأجر لا ينقطع وعمل به المسكين ينتفع؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الصدقة الجارية يعيش بيننا أشخاص متعففون وللصدقة محتاجون يريدون العطاء ولا يسألون لذا نسعى في مشروع الصدقة الجارية إلى تخفيف معاناتهم وسد حاجاتهم من خلال دعمكم قيمة المرحلة الأولى خمسة ملايين ريال ساهم بما تجود به نفسك لنعين محتاجا فتنال الأجر إذن كان هذا هو الحديث عن وقف الصدقة الجارية وما فيه من الأجور الكبيرة لمن أراد أن يساهم في هذه الجمعية من خلال وقف الصدقة الجارية ونعرف أهمية أن هذا الوقف سيدر على كثير من البرامج الخاصة بكفالة الأيتام والأرامل والأسر حتى الأسر اللي عندهم مطلقة أو حتى الأسر المحتاجة الفقيرة المسكينة والكثير من الموارد التي تجد ثريد الجمعية أكيد أنها ستصب في البرامج التي خصصوها لهذه المنافذ وأيضا سواء في دعمهم ليتوظفوا أو حتى في دعمهم من أجل أن يعني دعم تنموي ودعم رعوي لهذه الأسر ترجمة نانسي قنقر